معاركه ما بيوصلش فيها الحاجة لا معاركي بوصل فيها دايماً للانتصار بعون الله بيفرد عضلاته ويقول هعمل وسوي وفي الآخر في شنك بين المضحي وعديم الخبرة الوجه والوجه الآخر محمد فؤاد شفت سمعت قلت أنا رافض عديم الخبرة دي نهاية دافع عن المضحي هدافع عنه لغاية وأنا هدافع عن عديم الخبرة وهنزبط في الآخر نشوف مين اتفقنا قلت مش حسني مبارك اللي يتعمل فيه كده قد كده كنت شايفه فوق الحساب ولا أي راجل كبير في مصر يحصل فيك أعتذرت أنك كنت ضد الثورة؟ أنا مش ضد الثورة مين قالك؟ الثورة قدمت مبارك للمحاكمة اللي انت ضدها المكالمة أنا مش ضد مش هسمعلك يا مونة أنا ببوس البدلة اللي مات فيها أخويا دي البدلة اللي مات فيها أخويا والسيسي هنا قال لي كلمة معرفش غيرها غير ربنا سبحانه وتعالى وممكن متحد صالح يكون سمعها لما تقول أنغام أهم صوت في الوطن العربي قلت كده؟ أيوة في حياة وردة وفي حياة صباح قلت كده؟ أنا قلت كده؟ وفي حياة فيروز ده أنت يعني مش عايزة زعالة مني اللي عايشين ده وفي حياة أصالح الخرطيط دي قالها موجودة محمد فقد لما بشوفه بيفكرني بصدق شطا أو الخرطيط حاجة كده أنا لا أقبل إن أنا أقولها البناء أدم هذا إنهم أصبحت بهم كان فيما نهائك الأولان وما نهائك هذا يرام أخرى وما رات الحياة كده استطيع وراءها إنذار تتكلم انظر ورد لك انظر 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 فيزا صراح! صراح! خلاص اول مصر! مشكال انا امامك! خلاص اعنوانو فيزن وراه! خلاص! خلاص! لا حيضربني حضرابي السنهاية! لا اتنماتو! لا اتنماتو! صل عليك! بريمعي طلب يا رب! بحيات امك مطلوب! خلاص خلاص صل عليك! اوه! تجاهزوا الاكسسوار! وضربته حتة شلوت! اه طبعا! ما انت متضيق اهو! منهزر! هو رمز بالصاحبي الغادي الوقت! اوه بالصاحبي الغادي الوقت! انا حبيته اكتر انه عمل فيها كده! بجد! ولا عشان انت عملت كده بعده! لا لا خالص لا! انت في اخر الحلقة! وانت حس ان انا مبسوط من انه هو عمل كده! يعني اللي هو عجبتني كنت عارف انه مقلب! لا لا خالص! لا يا ريت اعرف امثل كده! بقى ممثل جامد او كده! فوقش في المواسكر نجح! طبعا! تخش على اليوتيوب وانه ما مش انت بتاعت يوتيوب! صح! مش انت بتاعت صورة ويوتيوب والحاجات دي! سمعت نقد احمد شوبير! اعلى! اهلا! مين شوبير! تعيدة! كابتن مصر والعلاني كبير احمد شوبير! يعني كل واحدة يتكلم عليها على محمد فؤاد! لا بس هو الحاجة دي هو وجهة نظر! هو ما قالش اي كلام وخلاص! انت بتشوفيني ما اطلع اتكلم على حد! هو قال اسرائيل فرحانة! لانه العلم الاسرائيلي بيرفرف على الاراضي المصرية تلاتين يوم وفرمضان! لا لا لا! ده اسر ديل! عشان ما رفعش العلم الاسرائيلي! لا المراسل بتاع ولا مش عارف مين بتاع اسرائيل طلع شتم في البرنامج لانه لا ان الناس طلعت غلها في اسرائيل! انت مش شايف وجهة نظر في نقده! خالص مين هو عشان اسمع له! يعني في وجهة النظر دي! طب بغض النظر عن اللي قال وجهة النظر! وجهة النظر بقى نفسها مع كامل احترامنا ليه! انه يا فرحة اسرائيل بعلامها بيرفرف على اراضي مصر تلاتين يوم رمضان! احنا نعرفهم بس ونوصلهم رسالة اني مش هيحصل! وفي كل حلقة قلت الجملة دي مش هيحصل! عندنا جيش عينه صحي على البلد! طب واللي قالوا ان الفنانين كانوا جايين عارفين المقرد! لا لا لا! فش الكلام ده بقى! مش كل واحد متضايق من نجاح! بيقولوا انك بتتعمل كاتو بترجع تصور تاني! يعني مش هينفع كل واحد متضايق من... يا تبا انت متفق معايا على ان احنا نعمل اسئلة كده سخنة! انت شفت ولا سؤال! لا انت متفق معايا! تعرف ولا سؤال! تعرف ولا سؤال! عشان نفترع عليك يا مونة! عشان نتكلم بصراحة! بس تعرف ولا سؤال مكتوب هنا! عارفهم طبعا! لا طبعا! الكلام ده مش حقيقي! انا بعترد! انا بعترد! انا بس بفترع! بوريها اللي افترع تعمل ازاي! انت كده مكار! ولا ثلاثة مضحي ولا ثلاثة! بس انا بقولك! بنا فيش حد عارفечة requires انه وكملناها. منحücke بالأسف لي Ragni كان مش فاهم ايه تتعمل ازاي. خدت بالك! بس الحمدللله وطلعت أه حلقة باضت فى كلمته وهو اعرف? انه وهو عرف themes يعني الطريقة اللي عملناها ايه يعني مش اقولهولي بس انا ظهرت بس انا ظهرت له ومعرفش برضو ان ده مقلب يعني يعني ده بس مش اخش في تفاصيل ده حلقة خالد سليم؟ لا لا خالص خالد ده ربنا سطر انه ما عورش حد كويس يعني عور حد جامد لا 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 بصي رامز بيطلع عليه لغة جامد جدا في برنامجه احنا برنامجنا برضو طلع عليه نفس اللغة لانها من نوعية البرامج اللي بالشكل ده بتاخد اكتر مشاهدة وبتاخد اكتر اهمية فليها اعداء كتير جدا وليها حبايب كتير جدا بيتضايقه اللي قاله شوبر ما يفرقش معاها خالص ولا اتصلت حتى قلت له انت بتعمليه كل واحد بص عايزي تشهر وعايزي يتلمع لا احمد شوبر مش عايزي تشهر احمد شوبر مش ناقص شهر ما يخبطش في محمد فهد لانه عارف مين محمد فهد كان برضو شوبر يعني مش عايزين ايوه بس هو برضو مع كامل احترامنا لي مش عايزي روح في سكته خليك في نفسك يا شوبر خليك في شغلك ومجدش ناقص محمد فهد تاني لان دي مش الواقع الاولى لان احمد شوبر احمد شوبر عزمني وفي الانتخابات على انها لازم اروح له مرة روحت له عشان عارف انه هو بيطلع في البرنامج برضو مش عارف يروحت له مرة المرة لما روحتش برشة تاني تاني برضو خدت بالك فهو عدته مش هيشتريها انا بقول له يا شوبر عيب انا غنيت في فرحك ببلاشي اخي خلي عندك حاجات لطيفة بس طيب مع كامل احترامنا ليه هو مش ده راقة حبيبي خلي غنيت في فرحه بعد ده كله حبيبك خلي عندك حاجات لطيفة بعد كل ده حبيبك طبعا حبيبي لا يفسد للود القضية انا بصي 29 سنة ما خسرتش حد ومش عايز اخسر حد ان شاء الله عمد ما تخسر حد انا عرف ان محمد فؤاد بيعمل اعمال ممكن يكون لها مردود لبعض الناس انا بستغربوا ولكن يلا هيا دي سمة الحياة وهو الحياة كده سؤال استعب الجريء اللي هنقفل بيه الجولة الاولى بعد ما كنت منافس عمر الدياب اخر واحد ولا عمري كنت منافس نفست رامس جلال والله عمري ما نفست انت منافستش عمر الدياب لوحد عمري ما نفسته دي منافسة مش باختيارك مش باختيارك كل اللي في الصف الاول دايما مطربين او ممثلين او رياضيين كلهم في بينهم منافسة كل اللي في الصف الاول بيونافتش عمري ديانا عمل فيلم احسن مني عمل فيلم احسن مني انا مش ناقل عمل فيلم جاب ارادات زي ما عملش ده الواقع ما انت لازم ترد عشان انا قاعد مع حدي يعني لازم ترد عليك هو برضو راجل اللي بيقول على نفسه ان هو مش ممثل وممكن يكون عمل اغاني انا مش عارف اعملها وممكن يكون عمل اغاني انا ما اقدرش اعملها ممكن يكون وصل لما كانه في غنى لا هو طريقة في الغنى ومحمد فوقت بس المقصود من السؤال خالص انا سؤالي باختصار بعد ما كنت بتنافس عمري منافس دي منافسة مش باختيارك دي منافسة مفروضة اغانيك بتنافس منافس السؤال ده منافس السؤال ده اكبر سؤال يصب لصالح محمد فؤاد ولمكانة محمد فؤاد وانا مش عايزه طيب ومنافستك لرام بس اقولك ليه اقولك ليه بص بقى تعالي مش احنا كنا بالنفس انا عمري ما عملت لان انا بشتغل للشغلانة دي بطريقة معينة لو تسند نجومية تسندت على رتم شغلي بتهالي كنت اختفت من زمان جدا فاذا لا منافس ولا مش منافس فمعنى ان انا بقى منافس بالطريقة بتاعتي دي وهم بيعملوا قدي مجهودي 300 مليون مرة فاذا بفضل الله وبقوة ربنا محمد فؤاد مالوش منافس ربنا هو ربنا هو المفق رمز ابني طيب برنامج وتفاق على برنامج انا واخد رمز معاها في فيلم غا غاوي حبه انا يعني انا ما بقولش بتكرهه مال انا بقول انه برنامجك نزل على نفس القناة كبديل برنامجه وبرنامجه المقالب تفوق على برنامجه الحقيقة بقى تبقى يتيمة بعد ما رمز يمشي يعني لا طبعا بس فنان بيونافس فنان بيونافس مطربي صف الأول لا 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 ده مش مش حزبة خالص 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 برنامج ده كان بديل البرنامج ده بريد الوقت بيتي في قناة وممكن تبقى بكرة في حتة تانية بس ده برنامج مقالب وده توقيته مقالب اتناقل هو رامز و إخداء ده انا اللي قايل لرامز على مقالب رامز هو اللي احترفه مش اللي اختراه هو اللي احترفه اوصل لك معلومة اشهر حاجة فيي لاصحابي ان انا اللي بعمل فيهم مقالب يلا ست والمقلب اللي عمله رامز جلال وفاجئني بيه لان انا حكيهوله لان عملته في واحد صاحبنا ومش عارف اقوله على الهوى لان اهيزعل مني انا ملاحظة انك بتخبي علينا حاجات كتير قوي حاجات كتير قوي كل حاجة اقول لك بس ست فيه واحد مطرب صاحب ما صاحبي جدا عملت فيه المقلب بتاع رامز ده في يوم الايام مين ته فحكيته الرامز فرامز راح عمله برنامج فجابني فيه وعمل فيه المقلب بحبك يا رامز وبرافو عليك وجدع وحياته انه هو عمل ده مع انك بتاخد افكاري من غير ما تستأذني ليه قولي طيب هو اخد افكارك اهو لا انت اللي قلت انا اخدت السؤال منك اخد فكرتك من غير ما تستأذنك ولو عايز اي حاجة هتديله ده ابني حبيبي مضح حبيبي مضح واي حد غيره يعني حد بس اكون بحبه مش مش افرق قلبي لا غالي جدا مش اي حد مش هتعرف تخصريني حد ده وانا انا مش عايز اخصارك حد انت بتزوق سمعتي كنت هتتجنيني عليهم سؤال الجزائب واللهي ما عايز اخصارك حد سؤال السورة وحسن رئيس حسن مبارك وكام سؤال هتتجنيني عشان تسأله هملي انا جيت اقول هملك ده انا عامل حساب انك صديق ومش المفروض اعمل كده حاجة جميلة قبل يعني من الجولة الاولى للجولة التانية ضيفي محمد فؤاد الجولة التانية محمد فؤاد هل تجرؤ هل تجرؤ على انتقاد سياسات مبارك الظالمة حاليا تخطها قبل ما يمشي هل تجرؤ على الاعتراف بانك دفعت ضريبة بكائك على مبارك من نجوميتك ومن شعبيتك ونجاحك خالص هل تجرؤ على الاعتراف انك فشلت كممثل قاميدي قاميدي انا بقول لا ما فشلتش كممثل امريكا شكابيكا مصر كلها كبتضحك اسمع لها راح جاي اللي انا كاتبه عشان بس انا يعني مش كوميديا بس ده انا اللي بكتب للكوميديانات عشان يضحكوا هينيدي انا اللي كاتب له يضحك الناس ده انا اللي كاتب الفيلم ده يعني بس للتذكرة هل تجرؤ على الاعتراف ان هينيدي خلي بالك ده هجوم هجوم من ناس معينة لا يروق ليهم ان محمد فؤاد يعمل ناس برضو اه يعني طي مين الناس انت ايه كمية الناس والله ما معرفش ناس كتير عوش معرفش يعني انت مضحكتيش في امريكا شكابيكا اه طبعا ده ما اضحكتيش في اسماعيلها راح جاي طب ما اضحكتيش في اكلينيكيا ان انا هو احمد اه 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 هو في الاستاذ احمد حلمي اه الرائع الجميل ناس متضايقة ان محمد فؤاد عارف يحط شباب بقى لك زميله في الصف الاول وشايلين السينما المصرية لفترات طويلة جدا ده ما يضايقش ده ما يزعلش حد يعني لا يزعل وعندهم حق يزعلوا ممكن التلميذية تفوق على الاستاذ ده اذا كنت انا استاذ اساسا انا هتلميذ اقل منهم كلهم هل تجرؤ ان تعترف ان محمد هنيدي اكتر نجومية منك مش هصدقها طول عمري لان جمهور حفلة مش تاريخيا اسمعي بس اسمعي ارادات اسمعي ليه ليه حاليا ليه انا اخدت هنيدي على عجلة عشان جمهوري يشوفه يعني ما بس حاليا مش هصدق حاليا ايه انا السينما لو في دماغي كان بعد اسماعيلها كنت عملت في السنة اربع افلام انا عدت خمس سنين ما عملتش افلام بعدها يا جماعة انا مش داخل هيكل السينمائيين والمطربين مش داخل هيكل الدنيا انت عايزيني بقى بشكل معين مش هينفع غير الشكل اللي انا عايزه اللي انا ابقى مرتاح لما رجعت بعد خمس سنين كان هنيدي فين وانت فين لما رجعت بعد خمس سنين كل ما يطلع هنيدي الفوق كل ما بحس بفخر كبير جدا ان الراجل ده طلع من اسماعيلها راح جاي وعمل خمسة وعشرين فيلم قبل اسماعيلها راح جاي انتو صدقيني الاسلوب ده والله ودى البلد في دهيا خالص انا بسألك ما اطلعنيش ودت البلد في دهيا مش انتي مش انتي انا بتكلم ما هدي اللي انت بتقوليه ده كما لو كان قواعد حياة دي قواعد دي مش قواعد حياة دي مش قواعد حياة ده السائد ده السائد ولازم نبطله ان شاء الله لازم نبطله لازم عايزة تبعوف اللي طالع بيتكلم على محمد فؤاد دلوقتي بفخر وخدته في اسماعيلها راح جاي عشان اكرمه لانه عمل معروف فيا وطبع حطيني على اول سلمة في سلالة من نجاح ليا ده انا جبته في اسماعيلها راح جاي عشان اعمل كده عشان اقولهم الراجل ده هو اللي اكتشفنا انا وهو اللي عملني الناس كتير كانت تكسف تعمل ده يقولك انا مش عايز حد يعرف مين اللي طلعني مش عايز حد يبني انه خيره علي يا جماعة هل تجرؤ انت اعتذر على مشاركتك وثورك في عيد ميلاد منا فضالي لا طبعا نوي ولا ينفع وعندي لسان وعندي بؤي بتكلم كنت طلعت اعتذرت ممكن تكون عاملة ده هي اعتذرت خلاص شكرا اقولت لها انت غلط اللي انت عملتي ده غلط قالتلي فعلا انا غلط خلاص خلص الحكاية لا ده لهمهورك انت خلص الحكاية في ايه بينه وبين مين مين نفضالي عشان عشان ابقى حطه في دماغي ازيد من حجمه هل تجرؤ انت اعترف ان عامري دياب اكثر زكاء منك في ادارة فنه ممكن ممكن مش انت عايزينه زكي يلا لا مش انت عايزينه زكي انا بس األك انا عايزة رأيك هو زكي انا عايزة رأيك انا وطني خلين انا بقى في وطني دي وفي بلدي وبالطريقة بتاعتي هو ما دخلش في جدل سياسي رغم ان علاقته بعلاقه جميل كانت اقوى منك بالزبط جميل جدا لكن هو ما دخلش في جدل سياسي حافظ على فنه انا اللي علاقته اقوى بهم وانا اللي بنام كل يوم عندهم وبيلعبوا معايا كرة على طول ومش انا كل حاجة قولوا اللي انتوا عايزين تقولوه افتروا زي ما انتوا عايزين قول علي اللي عمري ما قالو حد طيب هولا حفظ على اصدار الابومات انا ايه مش انت مش بتسمعيني لا عرفتك بجد دي بس خدتني اه ابن بلد طيب كلام يعني بصي انا اعرف اوصل اللي انا عايزه من خلال اغنية عشان نعدل القيمة تاني ونعدل المؤشر بتاع الصحة تاني يا دي رسالتك المفروض دي رسالة الفن اطلع بقى نقعد نتكلم في وصحافة لا طبعا اطلع في برنامج او عمر دي قعد اخبط في عمر وعمر يخبط في مش عارف ايه لا عمر بيطلع يخبط هو انا بقولك خبط فيه ولا انا بطلع خبط في عمر ولا حد فينا هو انا بقولك خبط انا بسألك بفهم منك انا بفهم منك رأيك وبفهم منك ردودك على حاجات ما تتعصبش انا نفسص لتكلم من بدري على فكرة ما انت شكلت يعني يعني انت لسا بنتكلم في الاستراحة انت بتقوليلي محمد انا شدة قلتلك انا هتجنن عشان اتكلم ولو مش هتكلم مع مونة يبقى تكلم مع مين وانا مبسوطة انك بتتكلم يا حقيقة انا انت عارفة بحترم بحترمك جدا وكنت هعمل ده السنة اللي فاتت بس الحمد لله لا هنا اشك هنا احلى صح بستحملني للاخر بقى معاك للاخر هل تجرؤ على الاعتراف ان عمر دياب كان سبب في تأخر اصدار البومات ليك وخطوات نجحة في مشوارك الفني وفي ألبوماتك لا انا اعرف اخر عمر ولا عمر يا اعرف اخرني لان العمر لعمر جمهور ما يقبلش ان حد يأخره ولا انا جمهور يقبل ان حد يأخر محمد فواد نهائي خالص لو نزل ألبوم فاضي جمهوره ممكن عمر دياب بحركة لمس كذلك محمد فواد ما اثرش على ألبوم ليك على نجاح ألبوم ليك حد يش عرف يأثر علي يلا بقى انا هقلب لك الفيشة بقى لما أول مرة في حياته نزل سينجل أصلها بتفرق نزل ايه؟ نزل أغنية واحدة مش ألبوم أصلها بتفرق ايه اللي حصل؟ قدام ألبوم بين إيديك بتاعك؟ نعم يعني السن بين إيديك يعني لا هو نزلها بعد الألبوم على طول مباشرة ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل انه صحافة كتبت انه ضربك في مقتل وانه عدد مرض تحميل أغنيته أعلى بكتير من عدد وبنبلد ما بقيتش حد يسمعها وبين إيديك ما حدش بيسمعها ما بقولش كده بس بقول أثر على نجاح الألبوم أثر على نسبة توزيعه أخذ حتة منه ياخد موافع موافع ده بقى أنا مش عارفة مضحي ولا إيه اللي تخبر والله العظيم ما في حزاباتي الكلام اللي انت بتقوليها دي يعني بس ده حصل واتنشر والله العظيم ما قريته ولا أعرف عنه ولا أركز في حاجات تفز دي لأ للدرجات دي ورحمة أبويا أحلفلك بإيه أحلفلك بما بييجي في دماغي ده ولا أعرف مين بينزل ألبومات إمتى ولا الحاجات دي كلها يعني ده كلام عمر ما بركز فيه أنا بقعد في الستوديو بتاعي بركز مع محمد فؤاد ومع نفسي وحياتي وبس تلاقيني بغني شوية تلاقيني رأي حصطات شوية تلاقيني بكنوس الشارع بخسل عربيتي مع أولادي في حاجة أنا حياتي أبسط من الليلة اللي انتوا عاملين دي هل تجرؤ أنت عترف أنه بعد كل المجهود اللي بازلته في برنامج فقش في المعسكر في الآخر تفوق عليك برنامج رامز قرش البحر كان لازم نعمل مجهود أكبر من كده وكتير جدا عشان ما نبقاش المركز العاشر بعد اللي صد رامز جلال ومتاعي عامل عاليوتيوب معروف أيوة بس برنامج رامز قرش البحر تفوق نمر واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وأنا نمر عشرة عامل إيه؟ رد علي بصراحة ببسط بجد رامز متزعلش هو مش زعلان أنا اللي بسألك عامل إيه؟ مش عارف والله الحسابات دي ما بحط دماغي فيها والله طب بتحط دماغيك في إيه؟ حط دماغي مع ربنا وتوفيق ربنا لكل حاجة بعملها وإن الحاجة الناس تتفسط الناس وخلاص يعني مش نازل لحد يعني يعني مش نازل للرامز جلال ومش نازل لعمر ديابه ومش نازل اللي مش عاربه مش أنا هل تجرؤ أنت اعترف إن الجماهير ما تقبلتش محمد فؤاد ففوقش في المعسكر؟ يلا عزينا جيبنا مصاريف العيال عشان المدارس سبوبة يعني سبوبة بتحكم؟ سبوبة جدا طبعا أنت بتكلمي في البرنامج عشر مرات قيل هالك لأن عارف إن في يوم الأم هتيجي مونا تسألني سؤال زي ده ترك والله مصاريف مدارس ما بنشتغلش من بعد الثورة والله بقينا بنشحة أقسم بالله بعد الشرط لا يعني في بيوت مفتوحة لازم نشتغل 29 سنة ما عملتش فوقش في الملبس هعملوا دلوقتي ليه يعني؟ سبوبة ربنا عينك يلا ربنا عيننا كلنا مش غيرتوها مش عملت التأخير اللي نفسكه فيه عايزكوا تبقى مبسوطين بس يعني عايزكوا تبقى مبسوطين بصي بأمان أمونا لا والله أنا مش فارق معايا بصي أنا مش فارق معايا أنا عايز البلد تبقى بخير عايز كل اللي كان نفسه في حاجة وكان نفسه بجد من قلبه البلد تتغير لأحسن فعلا ربنا ينوله أنه يشوفها أحسن يشوفها أحسن ومن حق كل الناس أنا قربت اقتنع إنك مضحي و أنا مش عايزة تهزل ده المصيبة أنت عارف أنا لو مش مضحي أنا كنت موت بعد الشرع لي لو أنا ما مضحي أو عندي قناعة من جوايا بحالة رضا إحنا كنا فينا و أنا مش عايزة أقول كلام عطيفي الحمد لله مش عايزة أقول كلام عطيفي ولكن أنا و عمر ديب أنا أجيب لك بس عشان عمر تعرفي ما عزته عندي أنا عاملة إزاي كنا بنشتري بانطلونين مع بعض بص في الفيديوهات الأولى نهاية تلاقينا نفس البانطلون نفس اللون عشان تبي فاهمة اشترينا عربيتين مع بعض إحنا جايين بكل كرامة وبكل حب لسه علاقتكو كده بس سفين تراب البلد دي بجد وعملنا نفسنا بنفسنا محدش لي خير عندنا لو فكرنا بإحنا مين يضرب مين ومين يقتل مين ومين ينتصر على مين نبقى مفتريين وربنا يزولها من وشنا وأتمنى من كل قلب إن كل الناس تعمل بعض آخر مرة شفتوا إمتا؟ من مين؟ عمر دياب كنا في الفور سيزون من شهرين مثلا عندي آخر مرة شفت عمر وعدنا وتعشينا سابقا صدفة ولا كنتو؟ لا صدفة ميش صدفة وأنا رايح عرفت إن عمر فوق فطلعنا وقعدنا مع بعضه وتعشينا مع بعضه حبيبي عمر أخويا عمر ما فيش فرح لإخواتي ما كانش فيه بلا أجر بلا دعوة من غير مدعية من غير ما بقوله عمر فرح فلان وأنا أخوه فرح وقفت عز والده عمر ما كانش هنا أنا اللي واقف أخد عز والد عمر أنا وعمد أخوه اللي بينه من عمر أكبر بكتير جدا من أي كلام بس أرجوك والله عشان أنا بتهيت أترعب خلاص بقى لا 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 ما تكلمش على كده أخلنا ده بقى أنا جاي وعارف إن ده الحمد لله ده عدت على خير أنا كنت فاكر الحلقة هتبقى أسخم من كده أسخنها لك عن كده والله ما يغلس عليك كده حال حاول وتعلو القيمة دي عشان طبعا رعب إنها بتمشي طبعا ولو مشي تصدقيني طيب هقولك مبدئيا مبدئيا أنا مش هيبقى لي عيش في البلد دي بجد هبطل واقعد في بيتنا ومش هلان خلاص هبقى فعلا خسرت كل حاجة أنا خسرت إن أنا شوف إن أنا مش هنسيبك وجمهورك إن أنا مش عالك إن مش عالفن وهترجع تغني تاني وللناس بتحبه ما بيروحش حب الناس ده ما بيدعش نعم ولو هبطل هنا انسي 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 أنا نزلت أفيش اسمه سلام الناس افتكرت إن أنا بقول سامع عليكم ماشي يعني ببطل فن بطل المين سيبه المين محمد فؤاد هل تجرؤ إنك تزور الجزائر جدا جدا هل تجرؤ إنك تعترف إنه روتانا هم اللي لغوا عقدك مجددوش عقد محمد فؤاد وقالوا إنه ما بقاش مطرب كسبان أنا اللي أعلنت قبلها بست شهور إن مش هكمل معاهم خوفا من إن حد يقول كده وهي حد بيشتغل مع محمد فؤاد كسبان من اللي أخي ما حصلش تسعة وعشرين سنة نمر واحد ما بعت ولا جات لك معلومة فخفت لا خالص لا 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 بالعكس أيا كان أنا قبلها في الجرائد بست شهور أنا مش هكمل مع روتانا مين اللي قرر ما يجددش العقد مين؟ مين اللي قرر ما يجددش العقد محمد فؤاد هو اللي قرر محمد فؤاد طبعا وانت مين يعني مين يقرر في ده يعني لا العملاء مش مش إهاناته خلاص بقى يعني إحنا مينيين بعض الحب الحقيقي والقلب الطيب وحبيبي ياو ألبومات عندهم ما شاء الله نمرة واحد في المبيعات يعني وبين وبينهم كل خير الناس الناس ما قبلتش منهم غير كل حب ومعاملة طيبة ومش أشتغل معهم تاني عشان بس لا تفتكري كلامي عشان من كله بيفصر زي ما هو عايز أقدى بشركة ومن أنضف الشركات اللي اشتغلت معاها إنما أسلوبها في الشغل مش عاجبني ما ينفعش واحدة يتصرف عليها مليون دولار كليب ومحمد فؤاد يتحطله 200 ألف جنيه وكان هو ده السبب وأنا بيعلنه هو مين الواحدة؟ أيا كان أيا كان أي حد ممكن الناس مش معروفة إليسا؟ يا ريت إليسا نجمة يا ريت نجوة كرم لا ناس ممكن ما تبقاش ما تبقاش معروفة وتصرف على كليب بتاعها مع الله ما أعرف والله ما أعرف ما فيش حد بقينه يعني دي إنت عرفت الرقم وما عرفتش تصرف على مين عرفت اللي دي ميزانيات بتطلع وبشوفها في كتقييم أنا يا جماعة 200 ألف جنيه عرف أعمل بيوم أغنية زي معتمدين إن أنت مش محتاج يعني كليب يزقلك الألبوم ولا بتاعه ولا من الجولة الثانية للجولة الثالثة يلا مع محمد فؤيد الجولة الثالثة والأخيرة لمس أكتاف ليه؟ قدامك ثلاث اختيارات ترد بيها على كل جملة هقولها أوافق أرفض استثناء حيقفل عد التنزولي عندك خمس ثواني بس إنك تختار موافق أو بترفض أو استثناء استثناء أعقب يعني جاهز؟ جاهز جامد؟ أنا معاه ربنا ونعم بالله الفنان بيدفع ضريبة قراءه الشخصية موافق علاقة الفنان بالنظام بتصب غالبا في مصلحته استثناء هتيلي حاجة أنا غنيتها للنظام لا مش أغاني أنا بقول علاقة بقول مبدأ وبعدين هنا الجمل دي مبدأ تمام مش محمد فؤيد تمام أولا أنا مليش علاقة بالنظام اللي فات نهائيا أنا ضده في الأغاني كمان اللي فات دي على طول اللي فات على طول ولا اللي قبله اللي قبله بتاع السادة الرئيس حسن مبارك هوا الاتنين اللي فات عندي كومنتات كتيرة جدا 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 وعندي حاجات مش موافقة عليها كتير جدا وغنيت اللي ده واضح في إشارة مرور بكل قناعة غنيت إن خلي بالك الناس ما بتنساش الناس ما بتنساش ها ها تمام يعني ماشي هوكي ما بتنساش هتيلي بقى حاجة النظام ده عارف التلفزيول المصري عشان أجيب لك بس حاجة كده وخديها بقى من محمد فؤاد مو قلتها عشان محدش يزعل مني قبل كده يعني أنا لن أتعامل مع الحكومة أو النظام في قرش ساغ حتى التلفزيول المصري ماشتغلتش فيه ومطلعتش كرنيل دخوله إحنا ما قلناش شغل خلتبالك أمان ولا فلوس إحنا قلنا علاقة فين علاقة إيه يعني علاقة الفنان بالنظام بتصب غالبا ممكن يكون فيه بقى حد فنان وانت تعرفيه مثلا بيستفيد من النظام إنما مش محمد فؤاد أنا مش بحتاج حد يفيدني غير ربنا سبحانه وتعالى كما أبدأ بقى كما أبدأ غبي وما يعرفش ربنا اللي يقرب لنظام ويستفيد منه آيان كان فنانة وغير فنانة وفاسد وفاسد وربنا هيحزبه ويوديه نار خد المطرب لتجربة التمثيل مغامرة ممكن يخسر بيها رسيده الفني ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم سازة شادية تاريخ في السينما بس مش كل المطربين عندهم القدرة على التمثيل مش كل المطربين عندهم موهبة التمثيل يقعد في بيتهم يعني اللي بيغنيهم ما بيمثلش يقعد في البيت مش يقعد في البيت لا بص أنا عايز أقول إن إحنا وصلنا في تاريخنا الفني إن محمد الموجي عمل بطولة فيلم ده الملحن خدت بالك يعني بعد ما كمان المطربين استوفوا المطربين فريد لست فريد لاتراشو لست عب حليم وما فيش حد مطرب مغناش ابتد يخش على الملحنين خدت بالك ففيه ممكن يكون جوامة وهيبة بس ما حادش عارف يطلع عمانه ولو ما عندوش خالص أعتقد إنه فنان ناقص حاجة جيدة يعني أفهم من كده إن تامر حسني هو الأول دلوقتي لأنه المطرب رقم واحد لأنه موافق إرادات أفلام ومكسرة الدنيا موافق جدا موافق جدا وهو ممثل شاطر جدا ويفوق محمد فؤاد كتمثيل أنا براه كده بأمانة مش مجاملة لي ومن المتحمسين لي جدا جدا لأنه شاطر وأتمنى إنه يتناول موضوعات تقعد لتاريخه لأنه ممثل شاطر جدا وفنان موجوب بجد دي حقيقة يبعد يختار إيه اللي يتعمل عشان كل حاجة بتقعد عند الناس بتصب في تاريخك بعد كده وبتبقى سند ليك في تاريخك أوافق أغني في القدس في القدس فوقف القدس ما بتغناش فيه قدس ما بتغناش فيه قدس يتصلى فيه قدس يتباس أرضه تعمل حفلة في مدينة القدس تباس أرضه في رمالة رحت غنيت حفلة رمالة مهارة جانس فلسطين الدولي رحت غنيت حفلة ورحت بسط أرض القدس ومش هطلع لك السور دلوقتي طلعها لك إحنا مش بتعرف مش تلاقي وانا صورة برا بس في يوم الأي ما نزلها لكم من غير اللائق أن يبكي الفنان أمام جمهوره حفاظا على وقاره وقار لم يهتز ببكاء توافق أو ترفض أو استثناء معلاش قيمة لازم نعرفها للناس يا جماعة يا شباب يا أهل مصر يا مؤمنين بالله اللي بيعايت ده بيبقى منجوه نظيف محدش يرجعك في الموضوع ده تاني شياكة بقى ولطافة ومش عارف إيه وبريستيج إنك أنت ما تعايتش يعني مش عمالة على بطال ما تعايتش بس يعني لازم يبقى منجوهك تختبر نفسك إن أنت لسه بنا آدم ولا لأ لأنه ممكن تقلب لحجر ولا عزو بالله أنا أكتر واحد اتصاب من مجتمعه بهذا الموضوع ممكن إنما لها الفخر إن أنا بكيت في يوم الأيام وهيقعد في تاريخي إن أنا بكيت عشان حاجات مهمة قوي أكيد عرفتوها دلوقتي وهتعرفوها مع الزمن إن شاء الله الزواج في السر حق للشخصيات العامة ليه كده؟ سؤال سرعة آآ راح منك راح منك آآ الحمد لله إنه راح ما إني عايز أعرف إني أفضل من يتولى أعمال الفنان شخص من دمه لا مش شرط لا السناء مش شرط ممكن يبقى من دمه يبقى آآ آآ رائع جداً وممكن يبقى زو خبرة آآ من شرط يبقى عريبه وإبقى مفيد ليه؟ أنجزب أكتر للفتيات في سن العشرين أنجزب؟ آآ لا لا بحب الخبرة يعني ترفض والسن الناضج يعني شهامة المصريين لم تعود كالماضي بقت أكتر من الماضي ترفض يعني الغناء حرام شرعاً بقناعتي أن الكلام قليل الأدب ده حرام شرعاً الكلام اللي فيه ما يرضي ربنا ده حلال شرعاً ومن ده بحاول زي ما قال الشيخ الأزهر أأكل عيالي والله لو قال كده أشكره متحياتي لشيخ الأزهر الجليل ترفض تعدد الزوجات؟ لو الدين شرع ده أرفضه ليه لا ممكن تعدد في الزوجات؟ شخصياً ولا كـ شخصياً شخصياً؟ بس يا مردي ياهولي لا الحمد لله ربنا يبريك لي في عادي 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 مش عاديه ما شيخ ربنا يبريك لك فيها يا رب ياك فيها واحدة يا عرف يا ربنا عينة بس مع حبس الشباب بتهمة التظاهر سياسة تظاهر يخرب البلد لا تظاهر لمصلحة وانتصار لظلم لا هي على بعضها لا هي كده تغيبية كاملة كده مع تكريم مبارك مع تكريم مبارك والاعتظار ليه كمان توافق والاعتظار ليه مع عودة جمال مبارك للحياة السياسية لا ترفض مع أعدام الرئيس المعزول محمد مرسي ما قدرش أقول كده خالص أنا مبكراش حد في الدنيا أنا ما قدرش أقايم أي حد في الدنيا في محكمة تقرر في قانون يقرر علي انت قايمت مبارك هو قلت يتكرم يا ستي راجل أنا تلاتين سنة عشرة يعني تلاتين سنة انت إيه اللي مزعالك محمد فؤاد الضربة القاضية ده سؤال هتقرأ و تقولي أسأل على الملأ ولا تنسحب حقق ما تحبش أنه يتسائل على الملأ كل اللي سألتيه ما ينفعش يتسائل على الملأ بس يا عادي أسطوري اللي بتقول أسطوري هلتأجل حقك صار سلامة كنت هتعمل معايا بطولة فيلم تأجل اسمه تيفا وتومة كنت بتروح تكتبه في الغردقة ومازلنا هو لسه كنا نصور حاجة في الغردقة حاجة للسياحة في مطار الغردقة في مطار الجونة هتبالي كنت بحضر حاجة لوزير السياحة اللي كان موجود كنت متفق إن أنا أعمل قصة بنت روسية جاية وهي ده الدول اللي كنت هتعملوا منا فضالي؟ لا 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 ده أغنية ميش فيلم أنا أتكلم على أغنية ميش فيلم أغنية اللي تدائم السياحة بنت في فوق سياحي جاي روسي كانت هي صارة اللي هتقوم بالموضوع ده وكنا بنخطط لحاجة جميلة جدا بس ما ربنا ما وفقناش والحمد لله إيه الحاجة؟ هي الأغنية دي بس وبعدها الفيلم وبعدها تيفا وتومة وكنا نقص شعرها وكترحل قاعدين بنخطط لحاجة الأغنية ولا على الفيلم؟ الأغنية قبل الفيلم ده اللي احنا روحنا عيننا في الجنع على المطار والأماكن دي حاجة بعدها الفيلم ده كان موضوع تاني لأنك هتحلق شعرها خلص نهائي ووفقت ووفقت إنها هتحلق شعرها زيرو وهي أليأ واحدة تعمل معها تيفا وتومة حتى الآن لأن سن البنت في السن بتاعها ومش هحرق أكتر من كده بقى وإن شاء الله بإذن الله يعني يوفقنا ربنا ويتعمل وتعمل إن شاء الله إن شاء الله خفيفة أنت بتروحي وراء من اليوتيوب كدير لا خالص 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 لا مش يوتيوب ده بقى مش يوتيوب خالص لا أما ليه؟ مش عايزة أقول لك بقى منين أما ليه؟ محمد فؤاد كنت ضيف عزيز كنت سعيدة جدا إنك شرفتني أنا وصول جدا جدا كنت موجود معي النهاردة عملت أنا يعني شيء فعلا كنت نفسي يعمله إن أنا ما ينفعش بقى أنا عارف إن الناس كتير عايزين أتكلم ونس عايزة وإنت من أهمهم لإنك بتحب محمد وخايف على محمد ويهمك إن محمد يتكلم ويرد على حاجات كتير طبعا رغم إن كان ليه يعني أو ده أسلوبي أنا بقى لي طويل في القصة دي ما بقديش دماغي ما بفتحش فيسبوك ولا بتابع ولا عايزة تابع ولا حبيبة تابع أخذت بالك أنا بتابع ما تقلقش لو تقلق وخدي بالك أنا مش لوحدي يعني أنا عندي هيئة كبيرة جدا عندي في البيت ناس بيتابعوا وعندي هنا بيتابعوا وفي المكتب بيتابعوا وكل حاجة بيقوا خلاص محافظوني ما بردش على حاجات مني إنما لو إنتي حاسة إن النهاردة كل حاجة تقالت جاوبنا على كل حاجات ما نفعش بقى نتكلم بقى في المواضيع التاني بقى أكيد وما تكونش بقى كمان زعلان مني عمري والله العظيم بجدا بقولك أنا من جوايا ما هو في حاجة جوايا عايزة أنا أتكلم أنا زعلان من طريق اسمه إيه؟ وهو زعلان مني اسمه إيه اللي طلع قلم أنا بنا آدم يعني مش حديد يعني طب أرد هيزعل مني القلب الطيب طب أعمل مش عارف إيه هيزعله مني فلان طب ما أنا هخسره طب كده هنطلعنا كل حاجة وكل خد حقه أنت متراضية تماما؟ كده إحنا تماما أنا مردية، أنت مردي؟ خلينا بقى في شغلنا بقى أنا زال فلو محمد وقت شكرا على وجودك معايا مشاهدينا شكرا على المتابعة تحياتي مونة عبدالوهاب موسيقى موسيقى